حجم الدمار في سوريا بات يفوق التصور أما الوضع الإنساني ففي أدنى مستوياته وعبر المشاركون في اجتماع بشأن المساعدة الإنسانية لسوريا في روما عن أسفهم لأن الشقة الإنساني لم يؤخذ في الاعتبار في مفاوضات جينيف وأشارت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري أموس إلى أنه في المسائل الإنسانية إمكانية تسمح بإرساء الثقة بين الطرفين وذكرت بأن من سبعة ملايين شخص يقعون رهينة الحرب في سوريا هناك أكثر من ثلاثة ملايين بحاجة مسا للمساعدة من جهة أخرى توفي الشاب ويسام سارة نجل عضو الهيئة السياسية في الاتلاف السوري المعارض فأيس سارة بسبب تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله في أحد سجون دمشق وفق ما ذكر والده عبر صفحته على فيسبوك مشيرا إلى أن ابنه ويسام يبلغ من العمر 27 عاما وهو مضادل سلمي وأبل طفلين ميدانيا تستمر عمليات القصف على مدينة حلب مرفع عدد قتل الغارات التي يشنها طيران سوري منذ السبت على المدينة وفي محافظة حلب أيضا تحدث المرصد عن مقتل 16 مقاتلا سوريا معارضا في هجوم انتحاري لفذه مقاتل من داعش حضر للتفاوض مع الألوية الإسلامية من جهة أخرى قتل أكثر من 1700 شخص في شهر من المعارك بين داعش وكتائب أخرى وكانت القيادة العامة لتنظيم القاعدة أعلنت في بيان منسوب لها نشر على الإنترنت أن لا صلة لها بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بداعش من جهته قرر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز معاقبة كل من يشارك في أعمال قتلية خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة